اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين وكل سارة وحضراتكم طيبين بعيد الفطر المبارك النهاردة اول يوم في العيد وانا كنت حابة ابدأ الفيديو بان انا اعيد عليكم نخش في الموضوع على طول نشرت ليلة عبداللطيف فيديوهات على قناتها عن تحقق بعض التوقعات اللي قالتها في بداية السنة وايضا فيه توقع قالته قبل كده بكتير من كذا سنة وحصل زي ما قالت بالزبط بالنسبة للتوقع القديم اللي قالته من كم سنة وحصل فعلا في الايام دي قالت ان الامن السعودي سينجح في ضبط الكمية كبيرة من المخدرات وللأسف سيكون مصدرها من لبنان وده حصل فعلا من حوالي اسبوعين دخلت مخدرات للسعودية وكانت داخل الرمان داخل الفكهة واكدت الحكومة اللبنانية ان الحظر السعودي على واردات الخضار والفكهة اللبنانية خسارة كبيرة مشيرة الى انها تبزل جهود كبيرة في مكافحة تهريب المخدرات وخطوة السعودية جاءت بعد اكتشاف جمارج جدة مخدرات في الثمار الرمان وقررت السعودية اليوم الجمعة منع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية او نقلها عبر اراضيها بسبب زيادة في تهريب المخدرات وقالت وكالة الانباء السعودية المملكة تكرر منع دخول ارساليات الخضروات والفواجه اللبنانية اليها او لابور من خلال اراضيها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم الاحد لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخذهم الاجراءات اللازمة لايقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها وقال مسؤول لبناني لريترز طلب عدم نشر اسمه ان القرار سياسي فيما يبدو واضاف تصدير الخضروات والفكهة اللبنانية للدول الخليج وخاصة المملكة احد الابواب القليلة التي لا تزال مفتوحة لجلب الدولار للبلاد واغلق خط الاستراد هذا يزيد الضغط على لبنان وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة الاسلامي على سحر البحر الاحمر قد تمكنت من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكابتاجون بلغت اكثر من خمسة وثلاثة من عشر مليون حبية مستخبية او مخبقة ضمن ارسالية فكهة رومان وجرى اخفاء تلك الكمية الكبيرة بطريقة فنية داخل ثمار الرومان بحسب الجمارك السعودية وتظهر بيانات سعودية رسمية ان اجمال صدرات لبنان للسعودية بلغ 273 و 1 من 10 مليون ريال اي ما يقارب 72 مليون دولار في الربع الاخير من 2020 فتخيلوا حاجة زي كانت تقفل في لبنان فده معناها اخسارة كبيرة وفعلا ضغطة على لبنان كبير جدا جدا وده بسبب المخدرات اللي كانوا مخبينها في الرومان والسعودية كشفتها فراحت حذرت خالص ان هم يقدروا يجيبوا الاشفاكة او الخضار من لبنان دي حاجة كانت لسه منزلها لها عبداللطيف مبارح على القناة بتاعتها ونزلت النهاردة برضو حاجة مهمة خاصة بفلسطين عن توقعاتها اللي قالتها في ليلة رأس السنة قالت ستشهد الاماكن المقدسة في فلسطين المحتلة اعمال عنف مع عدد من الاعتقالات والحدث الابرز سيخرج من مدينة غزة والداخل الاسرائيلي يهتز لهذا الحدث وطبعا التوقع مفسر نفسه في الاحداث اللي حصلة دلوقتي وخصوصا خروج الصواريخ الكتيرة جدا حوالي تقدر بالف صاروخ من غزة لضرب اسرائيل ونخش في تفاصيل اكتر جديدة عن اللي كنا سمعانا من حوالي يومين كان لسه نازل من حوالي كم ساعة على موقع روسيا اليوم معادلة جدية تفرضها صواريخ الفصائل الفلسطينية التي اطلقت بالعشرات بل بالمئات حتى الان على الداخل الاسرائيلي مستهدفة نقاط حيوية ما ادى الى حالة من الارباك واغلاق مدارس ومطارات ومرافق حيوية فيما تعتبر اوساط او اواسط في الداخل الاسرائيلي ان المفاجأة كانت من العيار الثقيل هل نجحت الفصائل الفلسطينية في الكطاع في هز اسرائيل من الداخل ام انها حرفت الانظار عن حراك المقدسيين كما يقول البعض ما هو الصقف الزمني للكدرة على استمرار العمليات العسكرية للطرفين الاسرائيلي والفصائل في غزة قال لا يعتبر فشلا عسكرية مدويا لاسرائيل ما يجري الان وكمية الصواريخ التي اطلقت نحوها كل ده هيتلع النهاردة في برنامج على رسل اليوم اسمه اسأل اكتر وهنقول لكم كل حاجة اول ما تنزل ان شاء الله الموضوع فعلا اسرائيل ما كانتش متوقعة ان غزة هتضربها بالمنظر ده ولا كانت متوقعة ان ده يحصل الله في مدينة الليد ومدينة الليد تبعد حوالي 15 كيلو عن مدينة تل قبيب يا جماعة فقط السيطرة عليها مش عارفين يعملوا حاجة ودلوقتي العرب والفلسطينيين اليهود العرب والفلسطينيين والاسرائيليين المتطرفين عملين يضربوا في بعض والدنيا متدربكة كلها اسرائيل قللت من الفلسطينيين وقللت من السلاح اللي معاهم ومن قوتهم وده عمل حاجات كتير دلوقتي المطارات قفلت خايفين ان هما مطارات تطلع او طيارات معزلة تطلع وتتضرب بالسواريخ وساعتها يخسروا خسارة كبيرة جدا والمرافق قفلت والمدارس وكل حاجة تقفلت بسبب اللي بيحصل دلوقتي ففعلا اللي حصل ان هما كانوا مستقلين بقوة الفلسطينيين لكن العكس هو اللي حصل الفلسطينيين تلعوا لحد ما قرب بقوة اسرائيل بالرغم ان الجيوش اسرائيل وبالرغم ان الكوة والاسلحة اللي مع اسرائيل تقدر انها افضل من دول كتير عربية في الكوة والعتاد اللي عندها لكن عشان الفلسطينيين بيحربوا عن حق فهو ده النتيجة وهو ده اللي حصل نتمنى السلام والخير لدولة فلسطين وان شاء الله تحرر اراضيها وترجع اراضيها ليها ونفرح بتحرر القدس ونقول قدس عربية الى الامد استنونا الفيديوهات اكتر على قناة مساء الاخبار واستنووا توقعات جديدة من ليلة عبداللطيف وغيرها على القناة ما تنسوش تشتركوا تفعلوا جرس التنبيهات علشان تتابعونا في كل جديد بينزل وايضا لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والشير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس وفي حاجة كمان كل سنة وحضراتكم طيبين وحب اعيد على الناس اللي دايما بتشرفني بتعليقاتها في الفيديوهات من المتابعين الدائمين وايضا من المتابعين الجداد اللي بيكتبوا تعليقات عندنا ايجابية او سلبة اسماء الناس بقى اللي كتبت تعليقات على فيديو ميشيل حايكي توقع العادة الدولة العربية بغلان وبركان تغييري في اجوغرافيا المعالم والقيادات من المتابعين الجداد والقدام طبعا من القدام معنا الامل الخليج طبعا بتكتب لنا بقالها كتير جدا وطبعا عدرة من الجزائر كل سنة وانت طيبة يا عدرة والاستاذة من الفرق كل سنة وانت طيبة ومتابعة جديدة ام امجد كل سنة وحضراتك طيبة وريلياد كل سنة وانت طيب وعمر كل سنة وانت طيب عامر والاستاذ بالقاصم من تونس كل سنة وانت طيب والاستاذ واقل عوار كل سنة وحضرتك طيب والاكاونت باسم الغريب الغريب كل سنة وحضرتك او حضرتك طيبة آآ اختنا. اختنا كل سنة وانت طيبة. اختنا من العراق. وكمان معينا آآ ساجد محمد. كل سنة وانت طيب. يا استاذ الساجد. واخونا من العراق الاستاذ فواز السماك. واختنا من اليمن. ام وديع من اليمن كل سنة وانت طيبة. آآ ونعيد على كل الناس النهاردة المشتركين معانا في القناة واللي بيشوفونا في الفيديو كل سنة وحضراتكم طيبين. استنونا فيديوهات اكتر على القناة مساء الاخبار. ومستنية تعليقاتكم وقراءكم حوالين المواضيع اللي بنزلها. شكرا واشوفكم بخير ان شاء الله.